السلام عليكم أعزائي المشاهدين وحياكم الله بالنشرة الجوية لا زالت الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدل معانا اليوم لكن متوقع نشاطها خلال يوم الخميس أو نهار يوم الخميس متوقع أنها تثير لغبار وطقس مغبر متوقعين خلال نهاية الأسبوع أما حاليا الرياح الشمالية على مدينة الكويت سرعتها 22 كم بالساعة سماء صافية و46 درجة مئوية حاليا الحرارة رطوبة نسبية حول العشرة بالنمية ورؤية أفقية ممتازة تتجاوز العشرة كيلو متر وأيضا آخر صور القمص لا يتوضح سماء صافية على منطقتنا ولكن بعض السحب العالية متوقع أنها تظهر على بعض المناطق ولا زال امتداد المنخفض الهندي الموسمي مؤثر علينا برياح شمالية غربية متوقع أنها تنشط خلال يوم الخميس والجمعة والسبت أيضا طقس مغبر ورياح شمالية غربية نشطة متوقعينها مثيرة للغبار وطقس مغبر أيضا متوقع أن يسبب انخفاض في الرؤية الأفقية وتنعدم على بعض المناطق خاصة الصحراوية أما الليلة طقس حار نسبي واستمرار رياح الشمالية الغربية إلى الغربية خفيفة إلى معتدلة سرعتها ما بين العشرة إلى ثلاثين كيلومتر بالساعة وفرصة لظهور بعض الصحب على بعض المناطق درجات الحرارة متوقعينها الساعة 12 بالليل على مدينة الكويت خمسة وثلاثين درجة مئوية إلى أربعة وثلاثين درجة على مطال الكويت أما السالمي 32 إلى ستة وثلاثين درجة على العبدالي الجزر الكويتية عندنا وربا بوبيان ستة وثلاثين درجة إلى خمسة وثلاثين درجة على كبر القارو وأم المرادم استمرار الطقس الحار نسبي باشر الصبح وأيضا استمرار الرياح الشمالية الغربية التي ستنشط تدريجيا ومثيرة للغبار على بعض المناطق في فترة الصبح ودرجات حرارة متوقعة ما بين الواحد وثلاثين إلى الخمسة وثلاثين درجة بوجعها على دولة الكويت لكن لاحظ أيضا نشاط الرياح الشمالية الغربية أكثر مع فترة الظهر ويوم الخميس الرياح الشمالية متوقع سرعتها ما بين العشرين إلى الخمسين كيلومتر بالساعة أما درجات الحرارة العظمى متوقعينها ما بين السبعة واربعين والثمانية واربعين درجة مئوية على مدينة الكويت وعلى مطال الكويت الدولي على المناطق الصحراوية ما بين الخمسة واربعين والثمانية واربعين درجة مئوية استمرار الرياح الشمالية الغربية النشطة أيضا باشر بالليل وطقس حار نسبي لكن فرصة الغبار مستمرة ويانا أيضا باشر بالليل وسرعة الرياح تتراوح ما بين العشرين والخمسة وخمسين كيلو متر بالساعة رؤيات متدنية خاصة على المناطق البرية وأيضا متوقعين زحف الرمال خاصة على الطرق البرية والمفتوحة. درجات الحرارة متوقعين هالساعة التسع بالليل واحد واربعين درجة مئوية على مدينة الكويت. تتراوح ما بين ثمانية وثلاثين إلى الاثنين واربعين درجة مئوية على المناطق الصحراوية. أما على الجزر ما بين الاثنين واربعين والخمسة وثلاثين درجة مئوية. حات البحر متوقعين خفيف إلى معتد الموج. جعلوا أحياناً خلال 24 ساعة القادمة. لكن متوقع أنه يرتفع الموج خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأيضاً ارتفاع الموج ستراحه ما بين الثلاثة إلى ستة قدم. المد الأول متوقعين ساعة عشر وخمسة وثلاثين دقيقة من مساء اليوم. أما المد الثاني ساعة عشر وثلث باتر الصبح. الجزر الأول ساعة خمس وثلاثين دقيقة من مساء اليوم. من صباح الغد. أما موعد الأذان ساعة ثلاث وثلاثين دقيقة. أما موعد شروق الشمس ساعة خمس واربعة دقيقة. موعد قلوب الشمس ساعة ست واربعة واربعين دقيقة. التقص المتوقع خلال الخمس أيام على مدينة الكويت. إن شاء الله استمرار رياح الشمالية الغربية معاننا. ومتوقع أنها تراوح ما بين الخمسة واربعين إلى ستين كيلومتر بالساعة. التقص مغبر خلال عطلة نهاية الأسبوع. ورؤيات منخفضا. يفضل تأجيل أي نشاط بحري أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع. ودرجات حرارة مرتفعة أيضا ما بين الستة واربعين والسبعة واربعين درجة مئوية. خمسة وثلاثين إلى أربعة وثلاثين درجة مئوية بالنسبة الحرارة الصغرى. وأيضا استمرار رياح الشمالية الغربية يوم الأحد. والأثنين أيضا نتوقع نشاطها يوم الأحد. لكن تخف حدة الغبار تدريجيا يوم الأحد. أربعين كيلومتر 48 درجة مئوية ليوم الأثنين. 34 إلى 35 درجة مئوية بالنسبة للحرارة الصغرى كانت هذه النشرة الجوية عودة للزملاء بعد درجات الحرارة حول العالم.